تجمع عشرات النازحين الفلسطينيين في شمال مخيم المواصي لملء الأوعية بالمياه حيث يعيش ألاف اللاجئين في ظروف صعبة في ظل عدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة أو الصرف الصحي أو المراحيد وحذرت منظمة أكسفام الخيرية الدولية من تفاشي الأمراض في غزة بعد الأدرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي خاصة مع بداية الصيف هنا في شمال مخيم المواصي حيث يعيش ألاف اللاجئين في ظروف مزرية يتجمع عشرات النازحين الفلسطينيين لملء الأوعية بالمياه في ظل عدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة بسبب تدهر البنية التحتية جراء الحرب معاناة هؤلاء اللاجئين تفاقمت بسبب حرارة الصيف المرتفعة في المخيم المقتضى بعد فرار الآلاف من مدينة رفح الفلسطينية مع بدء إسرائيل هجوما عسكريا جديدا في المدينة منيجي مسافات شاسعة عشان نعبي بس قربة مي أو قربتين والمي دائما فالمي المالحة برضو ما فيش موجودة فيش أبار فيش خدمات يعني عندنا الخدمات الإنسانية معدومة جدا عندنا دورنا نهدت اتدمرت أولادنا راحت جاء ساكنين بخيم الحر دب احنا يعني الأمان احنا عيشين بزل بدنا ميا بدنا أكل بدنا شرب بدنا عيشة كريما نعيش ونروع على بيوتنا وبدنا خيام مش لقيين ايش نعيش فيها كل الأطفال عاشة كل الدول عاشة كويسة كريمة إلا دولتنا وإلا أولادنا هادولا هاي مرميين في الشارع بدهم كل ايش نحتاجوا كل ايش وفي ظل هذه الظروف يعتمد جميع سكان غزة تقريبا على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة حيث أعاقت القيود الإسرائيلية الجهود الإنسانية ما تسبب في انتشار الجوع وترسخ مجاعة شاملة في شمالي غزة بحسب الأم المتحدة حياة لا تطاق لا في مجاري ولا في مياه يعني مياه احنا بننجلها قاعدين من البحر بيجي خمس ست كيلو بنمشى علشان نجيب أربع خمس سطول مياه وفي الآخر كلنا بنكبكة بنمنا في الطريق فيش اللي حادة مدورة أي جهة مدورة علينا تجيب لنا مي تجيب بلدية بلدية تيجي تنظف فان علينا على الزبال المرمية والدغام مطرح للقصف يعني فيش حياة حياة معدومة بنهائية إلى ذلك حذرت منظمة أكسفان الخيرية الدولية من تفشي الأمراض في غزة بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه وصرف الصحية والتي تقدر قيمتها بنحو 210 ملايين دولار فضلا عن النزوح الجماعية وبداية الصيف ترجمة نانسي قنقر